في الحقيقة الشباب دايماً بيبهورونا وبيعملوا الحاجات اللي الكبار ما بيقدروش يعملوها النهاردة كل قلوب المصريين وكل عشاء كرة القدم بتترقب المواجهة النارية ما بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب فرنسا في نصف نهاية أولمبياد باريس عشرين أربع عشرين دايماً كنا بنعول على أن احنا نروح كاس العالم ودايماً كنا بنشوف منتخبنا في كرة القدم هو الأمل في ده لكن الشباب الصغير واضح أنه ما عندوش مستحيل المباراة بتعتبر واحدة من أبرز مواجهات البطولة لأن كل فريق بيسعى لتحقيق الانتصار والتآهل للنهائي على جانب آخر وغير يعني كرة القدم نهني أيضاً منتخبنا لكرة اليد بالفوز على منتخب الأرجنتين أداء مشرف جداً طبعاً ألف مبروك لمنتخب كرة اليد وإن شاء الله يكمل على خير في أولمبياد باريس 2024 بصراحة المنتخب الأولمبيا عمل إنجاز كبير جداً لحد دلوقتي وصعوبة المباراة بتاعت النهاردة كونها قدام واحد من أهم وأكبر الفرق في العالم وكمان بيدربها تيري آنري وده واحد من نجوم فرنسا التاريخية كمان فرحة المصريين بالمنتخب الأولمبي ما تتوصفش فرحة بتحس إنها بتعوض اشتيقنا كده الفرحة محتاجينها ومحتاجين نشوفها دايماً على وجهنا مع المنتخب الكبير لجن منتخبنا الأولمبي قدم أداء متميز جداً طول فترة البطولة وأصبح مصدر فخر لكل المصريين أعتقد إن الشباب دول حيبقوا نجوم المستقبل أكيد وكل واحد منهم حيفضل يعني عالق في أذهان كل الجماهير المصرية لأنه هو حقق الناس كتير جداً جداً على مدار تاريخ كرة القدم ما قدرتش تحققه الجماهير بتعول على الشباب الصهيرة دي بتعول عليهم النهاردة أنه هما يقدموا عرض قوي ومشرف بيعكس مدى الجهد والتحضير اللي قدروا أنه هما يوصلوا لي لهذه المرحلة التأهل النهائي محتاج بصراحة أداء استثنائي في مباراة صعبة زي دي الفورة الصحيح موجودة ولكن تحقيقها بيعتمد على القدر على التعامل مع الضغوط وعلى التفوق أيضاً على خص مقوي زي المنتخب الأولمبي الفرنسي قلوبنا كلها متعلقة النهاردة مع منتخبنا في أولمبياد باريس في هذه المباراة الهمة وبرضو فرحتنا مبارح كانت كبيرة جداً بفوز منتخب كرة اليد في الأولمبياد وأداءه المشرف اللي حقق انتصاره الثالث في المجموعة على الأرجنتين بنتيجة 34-27 ليؤكد المكانة الرفيعة ووصوله للمركز الثاني في المجموعة الحديدية وتأهل المنتخب المصري للربع نهائي اللي هيخليه بيواجه ألمانيا أو سلوفينيا في الدور القادم نتمنى لمنتخبنا أنه يحقق مداليا أولمبية ومرة تانية بنقول لحضراتكو صباح الخير يا مصر